يعني إذا من نتقل من الرياضة من نتقل للصحة ويسعدني أن نقول صباح الخير لدكتورنا اللي موجود معنا اليوم بالستوديو ضيفنا عوني أبو سنينة رئيس قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الجامعة الأردنية وزميل الكلية الأسترالية صباحك سعيد دكتور صباح لكل أخلاً وسيسعد صباحك نورتنا يسعد صباحكم بالبداية دكتور عرفنا أكتر على الالتهاب المريئي أو الارتجاع شو هو بالضغط إذا بدنا نبدأ بالحكي بنحكي أنه الالتهاب المريئي ناتج عن الارتجاع اللي بنسميه الناس العامة بنسمونه الارتجاع المريئي هو بالفعل هو محتويات المعدة المفروض تنزل من المعدة إلى الاثنى عشر مرات تتأخر أنها تنزل إلى الاثنى عشر أو بتكون كميتها زيادة فبترجع رجوع إلى أسفل المريئ وكونها حامضية درجة حموضتها شديدة تؤدي إلى التهابات ومرات تقرحات في أسفل المريئ فهذا اللي بيؤدي إلى التهاب في أسفل المريئ يعني بالبداية بنحس بشوية حموضة وحرقة لحتى نحس أنه عندنا مشكلة الارتجاع مريئي بالضبط بس حتى تستفحل إذا بدك المشكلة دكتور لازم يتكرر يعني أحياناً كلنا يمكن تحصل معنا بشكل عام من أكل معينة أحياناً في ناس مثلاً ممكن تتغدى وترتاح شوي يمكن هذا أخطر بين أكتر الأشياء اللي بتسبب موضوع الارتجاع المريئ شو رأيك؟ هيك يقال مع أنه بيقولوا تغدى وتمدى وتعشى وتمشى لا هو يعني جزء من المشكلة أنه كلنا في حياتنا شعرنا بشوية حرقة في أسفل الصدر فهذا ما بيأهل المريد أن نسميه مريد ارتجاع مريئي لازم يكون عنده أعراض أكتر من مرتين بالأسبوع بالأسبوع يعني إذا أجت مرة هيكي الواحد يشرب له كاسة قهوة أو إيشي المسويات أو تعشى وصاروا شوية ارتجاع مريئي ممكن بمشي حاله وخلاص بتنتهي القصة بس إذا كانت متكررة أكتر من مرتين بالأسبوع هنا منسميها أنه المريد لازم يأخذ لها علاج أو يغير بأسلوب الحياة تبعه حتى يخفف أو يمنع حدوث الارتجاع فيه أعراض تانية دكتور ممكن تصير معنا مثل الغثيان صعوبة البلع هاي أشياء مصاحبة لمشاكل الارتجاع المريئي أو حتى فقدان الوزن هلأ جزء بسيط من المرضى ممكن يكون عندهم أعراض أخرى لكن الجزء الرئيسي أو خلينا نحكي 90% بيكون عندهم أنه بشعر أنه الأكل بيطلع إلى الأعلى من المعدة بشعر فيه والحرقة بتكون عادة والثاني اللي هو الحرقة معظم المرضى بيكون عندهم هدولة والأعراض هلأ فيه مرضى عندهم أعراض تانية غثيان في بعض المرضى استفراغ أو حتى صعوبة بالتنفس في بعض المرضى بيكونوا بيجوا على المستشفى بكأد أنه عنده أزمة أو يعني انسداد أو تشنش في القصبات الهوائية ممكن الناس يجوا يسعلوا كنت أعرف صديقة لأيلي كان عندها دائما بحها بالصوت بسبب الارتجاع المريئي نعم إذا الحامض اللي موجود في المعدة صعد عبر المريئي ووصل منطقة الأحبال الصوتية والمنطقة العليا من الجهاز الهضمي والتنفسي اللي فوقها طبعا تيجي بداية اللحمة وممكن يعمل اتهاب في المنطقة هديكة ممكن يعمل بحها وممكن يعمل زي ما حكينا ممكن يجو المرضى كأدنهم عندهم أزمة يعني أعراض واضحة للشخص لازم يكون منتبه عليها لأنه مش شغلات بسيطة بتصير معنا طيب دكتور احنا أحيانا يمكن شوي عادة من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام يعني احنا أطباء نفسنا أي شعور بنشعر فيه عطول بنشري من الصيدلية أو بنتناول من صيدلية البيت هل صحيح أنه عند شعورنا بهذا الإحساس في حرقة بالمعدة مشكلة في المريء أنه نتناول دواء ونشربه ولا يفضل لا نحكي عن حالات الخفيفة يعني قبل ما إذا مثلا المريض عمره صغير وتصيبه مش بشكل متكرر زي ما حكينا أقل من مرتين بالأسبوع ممكن يستخدم شغلات من البيت أو كما نسميها منه بقدر يشتريها بدون وصفة طبية يصير الحكي هذا بس إذا كانت الأعراض متكررة وبشكل كبير خاصة بشكل يومي وإذا كان المريض كبير شوي بالعمر لا يفضل أنه يستشير طبيبه حتى يوجهه للاتجاه الصحيح وقد يلزم أنه نعمل بعض الفحوصات للمريض حتى نتأكد من التشخيص أنه ما فيه شيء تاني طيب دكتور الأشخاص اللي بيأخذوا مضادات الحموضة لحتى يقدروا يكملوا يومهم بصفة كأنهم عم يشربوا مي عشان يتخلصوا من الحرقة ومن الحموضة هالشي قديش ممكن يضر جسمنا هلأ بنا نفرق بين شغلتين مضادات الحموضة كمضادات الحموضة يعني فيه أدوية هي عبارة عن المادة الأساسية فيها بالاتجاه القلوي فهي بتخفف من درجة الحموضة اللي في المادة وبالتالي المريض برتاح شوي هاي بنقدر نشتريها من الصيدليات وموجودة ما فيه مشكلة وخاصة عند الأعراض اللي زي ما حكيت اللي بتيجيهم مرة بالأسبوع أو أقل بيقدر يشرب يعني ممكن الواحد يروح يشرب له نفس كاسة حليب أو إشي اللي درجة حموضتها بتكون أقل من المادة أكيد وبالتالي بتخفف شوي الأعراض بس إذا الأعراض مستمرة لا يفضل إنه يتأكد من الحكيه هذا مع طبيبه وعندها مسير نحكي عن النوع الثاني من الأدوية اللي هي مثبتات إفراز الحامض خلينا نسميها اللي هي مش ضد الحموضة هي مثبتات إفراز الحامض اللي هي بتشتغل بأسلوب مختلف المجموعة الأولينية بس بتعادل درجة الحموضة المجموعة الثانية بتمنع المادة من إفراز الحامض أو بتقلل منه بشكل كبير وبالتالي بتخفف الأعراض وبتخفف كمية السائل اللي موجود في المادة كمان طيب دكتور حكت لنا إنه ممكن يصاب الطفل الصغير بهاي المشكلة تماما مثل الكبار بالسن ومن أي سن مثلا ممكن الطفل يبدأ تكون عنده مشكلة؟ وهل هي مؤشر لقدام يعني لما يكبر من الطفولة أو لا؟ طبعا أنا ما بدي أتعدى على تخصص غير تخصصي هذا إليه تخصص أطفال لوحده بس من معلوماتي المحدودة بالموضوع طبعا ممكن يصيب الأطفال حتى الرضع بالزبط يعني هذا وطبعا إليه فيه شغلات أو بنسميها إلها علاقة بأسلوب المعيشة عند البني آدم سواء طفل أو كبير أو هاي وفيه أشياء خلينا نحكي إلها علاقة بطبيعة الجهاز الهضمي عند البني آدم نفسه يعني فيه بعض العوامل اللي بتمنع حدوث الارتداد المريئي أصلا فيه ناس عندهم مستعدات زي مثلا وجود صمام بأسفل المريئ ويس هذا بمنع أنه المحتويات المعدة تطلع باتجاه المريئ لكن بعض الناس بكون الصمام هذا فيه ضعف تمام فيه بعض الناس عندهم فتاق يعني فتاق فيه باب المعدة زي ما نسميه اللي هو بكون جزء من المعدة جاي فوق الحجاب الحاجز هاي الحامض بيظلوا موجود بالمكان هذا الجزء من المعدة بيظلوا يعمل ارتداد باستمرار طيب دكتور يعني نمط حياتنا قدي ممكن يؤثر على هذا الشيء كان مثلا عادات الأكل قبل النوم التباعد الكثير بين كل وجبة ووجبة أو حتى التوتر والإرهاق الشديد الذي نمر فيه خلال يومنا طبعا العوامل المعيشية مهمة جدا جدا بالموضوع هذا أو حتى كمية الأكل نفسها تكون كتير كبيرة بالضبط من أكبر العوامل زيادة الوزن فزيادة الوزن كل ما زاد الوزن كل ما صار عند البنية هذا مستعداد أن يصبح عنده ارتجاع وإذا كان عنده مثلا ارتداد مريء خفيف ممكن تزيد السوق أو كمية الأعراض تزيد بشكل كبير عنده في بعض العادات السيئة الأخرى مثل التدخين مثلا بزيد إفراز المعدة من الحامض قلة النوم قليل ما يتطرقونها قلة النوم عند الإنسان الطبيعي المعدة في منتصف الليل لسبب ما تبدأ تفرز حامض بشكل كبير ما منعرف ليش لحد هلأ هلأ عند الناس اللي ما بيناموا أصلا بالليل يحصل أنه لا بنحصل أنه الظاهر هاي بتزيد بصير رفراز حامض شديد وبالتالي كلنا أكيد مر علينا أيام ما نمنح بالليل تحصل أنه ثاني يوم شو ما نمنح ما حنقدر نعوض هالنوم ومش بس هيك تشعر أنه عنده ارتداد وألم في يعني البطن وهذا له علاقة كبيرة بإفراز الحامض الأكل خلينا نحكي عن الأكل كميات الأكل أيوة والسوائل خلال الأكل يعني خلينا نحكي لما حكيت في بداية اللقاء حكينا أنه المعدة بتفرز السائل السائل هذا مع الأكل مفروض ينزل باتجاه الـ 12 ويطلع من المعدة إذا أكلنا كمية كبيرة الوقت اللي بمضيه الغذاء الداخل المعدة بصير أكبر بكثير فبتطول كمية الإفرازات تبت المعدة بتزيد وبالتالي بزيد الارتداد مش بس هيك نوعية الأكل يعني في بعض نوعيات من الأكل بتأخر تفريغ المعدة زي مثلا الدهنيات يعني صح نكناف صغير بالليل يعني بجوز بعمل لك ارتداد سوي تلبك عرفنا علي الدهنيات الشوكولاتة بعض المشروبات زي مثلا القهوة صح عرفنا مشروبات الغازية والمشروبات الغازية يعني نحاول أنه ما يكون معدتنا عبارة عن مخزن نخزن فيه نأكل حاجتنا أو أقل شوي ونشرب حاجتنا ونترك جزء منها مرتاح دكتور أحياناً منشوف بعض الصور اللي بتعرض للفكرة يعني العامة أنه المعدة وتخزين الأكل فيها زي ما ذكرت ويعني هي عبارة عن يعني إذا شفنا صورة البلندر كيف طريقة تخزين الأشياء فيها وبعدين طحنها فتحس أنت يعني أعتقد أنه كل حدا شاف هذه الصورة على طول صار يعني يراعي شو بياكل بس بدي أسألك سؤال يمكن هلأ لأنه إحنا منعيش بفترة يعني مرض الكورونا وإحنا بنعرف أنه ليصاب بالكورونا كمان في عنده شوية أعراض بيصير في الجهاز الهضمي فهل نقدر نقول أنه الجهاز الهضمي فعلاً بيتأثر بالكورونا وشو أعراضه وهل جيصاب الجميع فيها؟ أولي شي مش كل المرضى اللي يصاب بالكورونا بيجوا عندهم أعراض في الجهاز الهضمي يعني قد نرى أنه بعض المرضى ممكن يجوا عندهم أعراض شغلتين رئيسيات بالموضوع هذا اللي هو إلتهاب الكبد ممكن يصيبهم إلتهاب الكبد وممكن يصيبهم إسهال يعني إلتهاب بالجهاز الهضمي فممكن يجوا بالأسلوبين هذولا وشوفنا مرضى من هالنوعيات بس هاي نسبة قليلة من المرضى صراحة يعني المرضى الكورونا زي ما بنعرف أكتر إشي بيجوا بمشاكل بالجهاز التنفسي وبالكلاء وبمشاكل أخرى طيب دكتور خلينا نحكي عن طريقة العلاج والتنظير للمصاب اللي عنده إلتهاب أو ارتجاع مريئي أول إشي مش كل المرضى اللي عندهم ارتجاع مريئي بلزمهم أنهم يعملوا تنظير يعني إذا كان المريض صغير بالعمر خلينا نحكي أقل من 45 سنة ما هي طيب الحالات اللي تستدعي التنظير ما في داعي إذا كان الأعراض مدتها قصيرة ما في داعي نحن منبلش نخاف لما يكون الأعراض شديدة وشبه اليومي وصلها فترة طويلة إذا في أعراض مصاحبة مثلا صعوبة في البلع منبلش نشك أنه في مشاكل ممكن تصير إذا كان عمر المريض أكثر من 55 سنة حتى لأنه في نسبة ضئيلة بيكونوا عرضة للأورام اللي في نهاية المريء أو تغيرات في جدار المريء اللي ممكن يؤدي لأورام طب دكتور أعطينا شوي من الأعراض اللي بتظهر له الشخص اللي تستدعي التنظير يعني مثلا صعوبة في البلع نقصان في الوزن هذول أهم شغلتين أنا أفكر فيهم هذا لازم فورا ما يستنى على حاله وروح عند طبيبه بس دكتور يعني بدأت استوقف عند هاي النقطة لو سمحت لي معظم كبار السن يعانون هاي النقطة يعني تخاف الأيسير في خلط يعني معظمهم يعانون من موضوع البلع ومن قلة شهيتهم للأكل أو ضعف الوزن لا ضعف الوزن لا يمكننا أن نعلم أن شهر وزنه خلال شهرين أو ثلاث شهور فقط نسبة كبيرة من وزنه لا نقص عن شهر طول عمره به ومن كان وزنه مثلا سبعين كيلو بعد ثلاث شهور حصلنا أنه نزل لأربعة وستين مثلا ست كيلو خلال ثلاث شهور أو أربعة شهور يعني أعراض واضحة نعم يعني أعراض فقدان وزن واضحة وصعوبة البلع أنه إشي جديد وما راح مش إشي مؤقد يعني مرات الواحد بغص يعني كل الناس بغص بالأكل بيأكل لقمة أو إشي بغص فيها وبتروح يعني مرة في فترة زمنية طويلة مش مهمة بس إذا صار عنده غصة في الأكل خاصة كل مرة بداية للأكل الصلب وهذه بتخلي الواحد أنه يكون عنده ينتبه على الأعراض وراجع طبيب مختص في الموضوع هل شرب الأدوية وهذا سؤالنا الأخير هل شرب الأدوية على معدة فاضية نقول زي ما بنحكي عادة ممكن يعمل مشاكل زي هيك؟ الارتداد المريء بالذات بعض الأدوية المضادة للإلتهابات المفاصل والأمور هاي بتزيد إفرازات المعدة ولكن مش بشكل مباشر يعني مش لحبة الدواء نفسها مثلا ممكن تعمل قرحة في المعدة بسيب ليش؟ لأنه بتزيد إفرازات المعدة من الحامض فممكن شوية تزيد الارتداد سؤال ما بعد السؤال الأخير آخر سؤال المريض ممكن يتشافى نهائيا من هذا الشهر الآن إذا غير أسلوب الحياة تبعه يعني استرس راح من عنده صار نعم كويس بالليل بطل بعض العادات السيئة ممكن أنه يرتاح وصير كويس بس معظم الأحيان صعب نغير أسلوب حياتنا فبضطر المريض مرات يأخذ حبة الدواء لفترات طويلة